المصرات وزدنا يا مولانا حبا فيه وبجاهه عندك فرج عنا ما نحن فيه اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائنا الله نورا وتكون لنا عونا وفرجا وشفاءا وسرورا اللهم آمين اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وسلم تسليما كثيرا اللهم آمين آمين وبعد حقيقة خالص شكري وتقديري واحترامي للنفر الكريم اللي وجهه لي الدعوة عشان أكون بين هؤلاء الوجوه الطيبة حي الله هذه الوجوه الطيبة بكل خير اللهم آمين ومن دواعي سروري والله من دواعي سروري والله أن ألتقي بحضراتكم لنتدارس سويا مفهوم السعادة لأن الإسلام جاء لسعادة البشر يعني حتى القرآن الكريم بيقول إيه صلت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه القرآن الكريم بيقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مهام النبي دي إيه مهام إيه عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم يعني مهمة النبي مش جاي يحط علينا جدوى الأعمال ده مهمته إنه يضع عنا الإصر والأغلال والمشقة ولذلك يا حضرات ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم بشرا مثلكم عزيز عليه ما عندتم يعز عليه إنه يشفنا في عنت يعني مشق لا ما يرضلناش المشقة أبدا يزعل لو شفنا في مشقة أو في محنة يزعل عزيز عليه ما عندتم إيه ثاني حريص عليكم يا سلام منتهى الحرص علينا الثالثة بالمؤمنين رؤوف رحيم ولذلك يقول للربنا إيه لما نزل قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ربنا حيتني يديك لحد ما ترضى فقال لن أرضى لن أرضى وواحد من أمتي في النار فربنا قال له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك مش هنزع لك طلباتك فيوم أيها يعني كلنا رحين الجنة هجلكوا دلوقتي صليتوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طلباتك يا محمد يوم القيامة يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يا رب يا رب لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا صفية عمتي ولا العباس عمي ولكن أسألك أمتي 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 يا رب أمتي 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 وهيبقى ساجد تحت العرش النبي عليه الصلاة والسلام فالله تبارك وتعالى يقول له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع يعني اتوسط للي أنت عايز تتوسط له مش إحنا في الدنيا باجي أقول أنا أنا صاحبي الوزير فلان فببعد كارت من طرف كده معالي الوزير حامل هذا الكارت يخصوني أرجو من سيادتكم أن تشملوه برعايتكم فأنا لي قدر كبير أوي عند الوزير ده صاحبي ولا حبيبي هيعمل إيه هيكرمه طبعا فبيقول له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى اطلب أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي تعالوا بقى فرحكم الأول وبعدين أقول إيه المنهج اللي بيه نبقى سعداء صليتوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طولت عليكم ده الصهرة صباحي إن شاء الله حد يشوف الوجوه الطيبة دي ويفرط فيها بسولة افل البابي عم انت هو ما حدش خرج النهاردة صليتوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم 6236 آية في آية من 6236 فيها حرف حرف العلماء قالوا ده أغلى حرف في القرآن كله هو القرآن كله غالي بس قالوا إيه اللي الحرف ده آه شوفوا انتبهتوا إزاي إيه الحرف ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه ثم أورثنا الكتاب اللي هو القرآن يعني الذين اصطفينا من عبادنا يعني بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام القرآن ده جالنا وده اللي بنمشي على نهجه عشان نسعد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اللي هي الأمة الإسلامية وربنا قسمهم ثلاث أصناف فمنهم ظالم لنفسه تلاقي واحد يقول لك اضربها طناش ولا تستناش وماشي كده في دماغك مع نفسه فمنهم ظالم لنفسه اتنين ومنهم مقتصد يعني إيه يعني ماشي على سطر وسيب سطر أو بيصلي الحمد لله الزكا بيطلعها أو صام شهر رمضان كالترخيره حجة مرة في العمر اه ماشي كويس اه يعني هو يكسب الشيطان في عشر جولات والشيطان يكسبه في جولتين كده ولا حاجة ده بنقول عليه مقتصد حتى في آية أخرى القرآن يقول خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا زينا كده احنا مش ملايكة يبقى احنا قلنا كم نوع دلوقتي اتنين فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات لا ده بقى يعني ده في الأمام خالص بقى ربنا قال عليهم ايه بقى يبقى ظالم ومقتصد وسابق الجنات عدن يدخلونها والواو دي بسموها واو الجمع ينهر بيض ما قالش جنات عدن يدخلها رقم اثنين ورقم ثلاثة او يدخلها رقم ثلاثة بس ما هي الظالم مقتصد سابق دول ثلاث أشخاص فبعدها قال ايه جنات عدن يدخلونها فقال لك يا نهر بيض دي واو غالية اوي ده الحمد لله ان ربنا جابل ايه يعني دخلهم التلاثة الجنة يا اه بس فيه فرق بقى اللي هيطلع من هنا للمدينة المنورة في طيران من مطار القاهرة من جنبنا هنا ساعة خمسة وعشرين ديئة يبقى في مطار المدينة صح طب اللي هيطلع باخرة لا ده تمانية واربين ساعة بقى على ما يوصل ولا اتنين وسبعين ساعة ولا على حسب بقى السيزن ها ففرمضان يعدوا تطربعة يام في الطريق ولا حاجة بس في النهاية هيروح فين المدينة بس يتأخر شوية آه هيوقف شوية آه الاوتوبيس هيبقى موديل ستة وتمانين مش الفين واربعة عشر اللي راجبوا يعني بس المحصلة النهائية ايه هنوصل هو بيحج كم مليون كل سنة تلاتة ونص مليون فيه اللي بيطلع فيرست كلاس فيه اللي بيزنس كلاس فيه اللي ايكونومي فيه اللي رايح بري يا معربنا ده بقى في النهاية كلنا بنلتقي يوم ايه يوم عارف فقال لك جنات عدن يدخلونها فقالوا الله والله الوودية يا ده الامل كله ده الفرحة كلها انه انه الامة كلها تخش الجن طبعا هو الناس متخيلة انه ربنا سبحانه وتعالى حاشا لله اله قاسي ده قال نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم النبي قاعد كده بعد صلاة العصر كان ميصال العصر امامي وبعد ما انتهت الصلاة قاعد كده في المحراب فجاله شاب يبكي فقال له بتعيط ليه قال له اصبت ذنبا يا رسول الله انا اذنبت صليته على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اصبت ذنبا يا رسول الله انا اذنبت وعملي عيط فالنبي قال له يا عليه الصلاة والسلام قال هل صليت معنا صليت معنا قال نعم قال ايه ذهب فقد غفر الله لك توقل على الله طب مش تعرف انا عملت ايه مش مهم انت عملت ايه انت مش صليت قال له اه قاله ربنا غفر لك ونزل قوله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات يا سلام في صورة الانفال في الجزء التاسع ايه رقم 38 ايه يا حضرات والله ادي ايه ربنا كريم ادي ايه ربنا رحيم ادي ايه ربنا عظيم اللي الناس النهاردة ضيقوا دين ربنا على الناس وكأني هم اللي معاهم سقوك الجنة وسقوك النار ده فلان ده رايح الجنة ده فلان ده رايح النار ده فلان ده مشاشين مريحة الجنة ده فلان ده مأوان انت جبت الكلام ده من اين ربنا بيقول لي سيدنا النبي ايه بقى عليه الصلاة والسلام آية رقم 38 صورة الأنفال في الجزء التاسع بيقوله ايه قل بلغ قول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ينهى ربي ببساطة كده ده الكافر ده اللي ما بيركعهاش ده اللي ما بيقولش سبحانه ربي العظيم ربنا بقول للنبي بس يقول لهم يسكتوا ربنا يغفر لهم اللي عد بمنتهى البساطة قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف تبدال للذين كفروا لو سكتوا ربنا يغفر لهم اللي عد أما للذين أمنوا إحنا يعني نبقى أيها واضح حضرات فرعون قال أنا ربكم الأعلى فربنا قال للموسى موسى رئيس أنبياء بني إسرائيل خد هارون معك أخوك واذهب إلى فرعون إنه طغى إنه طغى نعمل إيه يا رب فقول له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى قولا لينا لللي قال أنا ربكم الأعلى طب ولي يقول سبحانه ربي الأعلى تقوله يا رب شوفوا يقوله الخير كله عشان كده جاء في التوراة أن أمة محمد ثلاثة أثلاث أمة محمد ثلاثة ثلاث ثلث يدخلون الجنة بغير حساب ربنا جعلنا منهما إن شاء الله دول حضراتكم في الآخرة كده يتنادى على أسماء معينة فلان ابن فلان فلان ابنت فلان وهكذا أسماء من العزيز الحميد إلى فلان ابن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية ده ما يقفش خش على طول كده ما شاء الله ده أول ثلث ثلث يدخلون الجنة بغير حساب الثلث الثاني بقى وثلث يدخلون الجنة برحمة الله شوية أسماء كده يعني يلا ادخلوا الجنة برحمة ربنا ما تقلبش تقلبش في الدفاتر بتاعتك واللي عدى اللي عدى عدى والثلث الثالث وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة يبقى المحصلة النهائية جنة ان شاء الله صلتوا على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام طيب ايه هي بقى السعادة الحمد لله أن جعلنا من هذه الأمة الأمة خير أمة اخرجت للناس طيب قائدها مين النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو كنعايش ازاي عشان نعرف مصرنا الحبيبة ها هتتقدم ازاي لما افترضوا ان انا ماشي في الشارع كده فقابلني واحد انت ايه فبقول لنا مسلم ايه الاسلام ده فقول له والله لقد بعث الله نبيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من 14 قرن فجاء بالاسلام وقاب لنا القرآن فقال لي اسي فيه بتاعته مين محمد بن عبد الله ده تقدر تقوله لي في سطر اقول له طبعا اشرح لك النبي في سطر واحد كان صلى الله عليه وسلم دائما البشر يا سلام على طول مستبشر كده يعني في ناس كرهون في عشتنا والله يا حضرات ده قابل واحد كده مفيش فايدة مفيش فايدة يا عم الله يكرمك شوية أمل شوية أمل الله يكرمك تفائلوا بالخير تجدوه يا أخي سيدنا عبد الله بن الحارس الجماعة كده هيبصوا للأكل مش يركزوا معي ده شغلة عالي قوي ما شاء الله طيب طب هنتقابل الأسبوع الجاي طيب ولا حاجة كده صليته على سيدنا النبي عليه الصلاة أول صفة من صفاتي هذا النبي الكريم أنه كان دائما البشر حتى سيدنا عبد الله بن الحارس بيقول إيه بيقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله عليه الصلاة والسلام يا كان بسام كان وش بيضحك ومرة مرة كشر في وش أعمى أعمى ربنا عتبوه تعالوا نشوفوا النص القرآني البليغ بيقول إيه بيقول عبس وتولى يبقى هو عمل كم حاجة حق تين عبس وتولى عبس يعني قطب بين جبينه يعني عملنا 111 كده طبعا تعرفينا 111 بنشوفها على طول يعني يا يا بعد أتكلم مع الرجالة بقولهم يعني الراجل من دول بيبقى ظريف ودمه شربات برا البيت وزي العسل وأول ما يخش البيت يركب لنا الوش الخشب يا عم افردها شوية افردها شوية يعني عشان ربنا يفرجها علينا صالته على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال عبس عبس يعني قطب بين الجبينه يعني عمل 111 كده وتولى تولى يعني الدجنب كده أعرض فدول حركتين يا حضرات فتخيلوا ان احنا عفوا اندخل علينا في القاعة كده واحد كفيف فانا قمت عمل كده هو شاف اللي انا عملته ده دي حركة الاعمى لا يرى الحركات يعني بيبقى عنده بصيرة بيتعامل مع الشخص اللي قدامه صليته على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو الامر كله انه الاعمى ما شافش ان النبي النبي كان عنده اجتماع يعني بمفهوم بمفهوم حضراتكم كان عنده ميتنج يعني لازم اعمل ترانسليشن كده احيانا يعني كان عنده اجتماع مع كبار مكة كبار مكة ومشغول بقى بيكلمهم فدخل الاعمى اللي هو سيدنا عبدالله ده وعمل ينادي عن النبي فواحد بينادي علي وانا مشغول فبيخلي وش يقلب كده فالنبي عمل حركتين دول بس فالقرآن الكريم يقول ايه بقى شوفوا عشان احنا بنتعلم من القرآن تعلم الذوق حتى في العتاب ما قالوش ايه عبست وتوليت انجاءك الاعمى ما قالوش عبست عبس واحد واحد عبس مين عبس ده واحد يا سلام يعني انا كاين بتكلم عن حد وبوجه الكلام لابني بقوله تخالي يا حبيبي يعني ايه رأيك في ولد يعني ايه ابوه بيصرف عليه واخد باله منه وبيعملش الواجب بتاعه المفروض الابن البار كده وكل ده انا اصد بي مين اصد بي ابني ان جاءه الاعمى وبعدين قال له وما يدريك يعني انت مركز مع كبار مكة وسيبدأ تب مين كن ده اللي في الخير ما تفقتش في الامر لعله يزك وفعلا سبحان الله تمر الايام ويبقى الاعمى ده امام المدينة المنورة كان النبي مسافر سفرية وامره على المدينة قال له انت الامام وانت اللي هتصلي بالناس كلا انها تذكرة احنا بنذكر بس يعني انا بذكرك يا محمد عليه الصلاة والسلام فانش سبحان الله فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام دائم البشر على طول مستبشر عارفين يا حضرات حتى في مواقف العتاب يعني ما كان يجي يعاتب حد من الصحابة يعاتبه كده يعني بابتسامة رقيقة كده فمرة من ذات المرات كان فيه واحد اسمه خوات ابن جبير صليته عن نبي كده عليه الصلاة والسلام خوات ده كانوا في سفرية مرة وهو كان رجل يعني بمفهومنا كده يعني بعصرنا يعني شخصية شيك فالنتينو يعني اه وكان قبل الاسلام كان يعني الجنس اللطيف ده كان له قدر عنده يعني بيقدر الجمال بيقدر الجمال رشي فهو في السفرية ديت وجد بعض النسوة سيدات وقفين كده فدخل الخيمة بتاعته وقام لابسه متشيك وخرج عليهم وقعد يتكلم معهم وهو في الموقف ده كده جاء عليه النبي عليه الصلاة والسلام يا نهر يا نهر بياد يا طرع يعمل معي النبي بقى يقول اللي انت هببت ده فجاء عليه النبي عليه الصلاة والسلام فاخذه فاخذه صلى الله عليه وسلم ومشى به قدر قراءة خمسين آية يعني مشي بيه غوط كده بعيد عن الناس يعني خده على جنب كده ومشي بيه شوية وقال له خير يا خوات انت في حاجة قال له يا رسول الله ند بعيري الجمل بتاعي تاية مشكلة الجمل بتاعي كل شوية يجري وبعدين التمس بدور عليه وبدور له على عقال حاجة اربطوا بيها يعني فالنبي بيقول له طب ما فيش حاجة غير كده يعني طب اقدر ساعدك بحاجة قال له لا بس الجمل ده تعي بقلبي ولا جمل ولا احزنون ماشي آه بس انت رايح تقول حجة لمن لواحد بينزل عليه الوحي يا سبحان الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يا حضرات خلاص الموضوع انتهى ومش هما الاتنين وروحوا المدينة يقول خوات فلما فكرت قلت يا نها ربي وانا اكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام مدرورة هيعرف فبقيت اتجنب عدم اللقاء يعني محاولش ان يشوفني يعني الا انه في يوم حبيت اشوفه يعني وحشني فقلت انا هروح المسجد كده اطل عليه ابص كده واشوفه من غير ما يشوفني فوصل لحد المسجد النبوي فبيبص كده في الجامع ملقهوش فقال يعني انا جاء لحد الجامع تبخش اصلي ركعتين تحيط المسجد فدخل يصلي في المسجد وهو بيصلي يا حضرات يقول سمع الله لمن حمد لان النبي داخل يا مليا الراجل ده قال انا قلت اطول اطول في الصلاة لحد ما نبي خلص ويمشي فقلت اطول بقى ارى القرآن على قد ما اقدر وانا بصلي وانا بصلي لقيت انها بيجاء جامع جامع واسع سلاب الدنيا كله جاء قاعد جنبي وانا بصلي